التوقعات التي تخص العراق يمكن هي ما ينتظرها المشاهد لذلك ستكون هذه الفقرة الآن على موضوع التوقعات والتنبؤات التي تنبأ بها سينما عن ما يحدث في العراق في هذه السنة 2023 سينما بالنسبة للعراق توقعات كثيرة قليلة عندنا شيء خطر، أكو شيء مخيف، أكو شيء إيجابي يعني حاولت أختزلها بحوالي 92 توقع أحاول بشكل سريع أو بعجالة نتحدث عنها لكن قبل كل شيء لازم نوضح فتصورة معينة بعض التوقعات قد يحزن إلها بعض الناس أو يضوجون من عندي مثلا عليها وبعض الأشخاص ممكن يفرحون حقيقة أنا ما منكمي لا إلى جهة معينة ولا إلى شخصية معينة ولا عندي فتفكرة معينة إلها علاقة بهذا الموضوع مجرد حدث وتوقع فأنا أعتذر للأشخاص الذين قد بعض من توقعاتي يتألمون إلها أو مثلا أنه توقع ومنفس الحال حتى بالنسبة للتوقعات السياسية مجرد توقعات إذا نحن نصل إلى توقعات العراق تكون هي مخلوطة سياسية على الاقتصادية طبعا نحن نأخذ بنظر الاعتبار أنه الشارع العراق شنو الليبي فالأكمور معينة الشارع يحتاجها هذه الأمور قدرنا نختزل كثير من التوقعات تختزلها بتوقعات مهمة خاصة بالشارع العراق وما يحتاج الشارع العراق إذا نبدأ بتنبؤات العراق أول شيء سنبدأ بأهم حدث وهذا من زمان نترقبه وهو خليجي 25 نجاح خليجي 25 من حيث التنظيم والمشاركة الجماهيرية وسيكون بادئة خير إيجابية لرفع الحظر عن الملاعب في كافة أنحاء البلاد فتح الملفات القديمة ومحاسبة الفاسدين عنوان العام مقعد رئيس الجمهورية فارغ من الخضراء رجال بثياب نساء نعم بس هاي شلون يعني رح نشهد بالمنطقة الخضراء طبعا رح تصير أكفد بعض الإشكاليات الأمنية أو ما لذلك نشهد من أشخاص تستر بلباس نساء أو ما لذلك طيب لأول مرة شخصية بارزة تعتزل العمل السياسي ظهور حركة ذات طابع ديني والنواية سياسية مبطنة غيمة سوداء تخيم على القائمة العراقية ظهور ملفت لأصحاب الرداء الأسود مذكرات اعتقال بحق أتباء حكومة الكاظمي الرداء الأسود وضح لنا شوية هذا حدث يعني ممكن يدخل بهواية أمور قد يدخل بأمور لها علاقة بخلمة هذا علاقة بالسياسة سياسة ممكن سياسة ممكن مصاصي الدماء جماعة الرداء الأسود يعني ما أقدر أحدد لك هذا حدث المهم أكو شيء بالرداء الأسود هو الرداء الأسود رح نشوفه عملية اغتيال من داخل مطار بغداد خلافات تصل إلى التصفية بين الفصائل الكردية الآيدز يهدد الشارع مطار أربيل خارج السيطرة المخدرات من الشارع إلى دور العبادة مجتمع علمي يكتسح المؤسسات وفضائح لسياسيين وإعلاميين تحت حجة المساوات نساء يطالبنا بالزواج بأكثر من رجل هذه احنا صارت في حلقتنا واحدة من حلقاتنا بالسنة الماضية صارت عندنا أنه مطالبات بهذا الموضوع أو عرضنا بعض القصص أن يكون هناك مساوات في القانون بمحاسبة الحلقة ذكر كان ردة فعل من قبل ابني الذكر في وقتها لما قالت ايش معنا انا ما اتزوج لا 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 اكون فرق ما بين ردة الفعل ردة الفعل هي ما قاصدته وما بين منظمات قاصديها قاصدين مساوات حال الرجال رجال يزوج معقولة في العراق أتوقع أتوقع هذا رح يسير بالمستقبل ما يجوز البعيد يجوز خلال نهاية السنة ما استفقى رح يسير طيب دولة رئيس الوزراء يواجه أقسى تحدي والسنة إثبات وجود داعش خلايا نائمة في مدن آمنة حادثة مفاعل تموز تتكرر في دولة مجاورة جهات سياسية تطالب بإقليمية الأنبار جنازة مليونية تحزن الشارع تجار المخدرات يتخذون وسائل مبتكرة في الظهور والتخفي والطائرات المسيرة حديث الساعة والقوى الأمنية بالمرصاد ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية السيد الصدر يتصدر صفحات التايمز البريطانية الهزة قوية أو غير مؤثرة لكن الضحايا بالعشرات في العراق نوع الهزة ممكن طبيعية ممكن سياسية بس بها ضحايا التظاهرات إلى الشارع وتشرين تدق ناقوس الخطر محاولة للإطاحة بدولة رئيس الوزراء كاركوك بين مطرقة الإغتيالات والصراع على المصالح وسندان الإرحاب الداعشي الأقسام الداخلية للطلبة وفاجعة جماعية تثبيت البعض من المحاضرين على الملاك الدائم هذا يمكن جزء مننا تتحقق بالمناسبة هذا واحد من التوقعات للعام الماضي أنا ذكرته كثير من المحاضرين موجودين فأكو من تثبتوا وأكو من يتثبتون خلال هذه السنة يعني أكو وعود لكن ما كفت شيء أكيد فاللي تثبت واللي بعده ما مثبتين أنا أتوقع كثير من سيتم زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية مسؤولين كبار خلف القطبان دخول شامل للطلبة المشمولين بالامتحانات الدورة الثانية تواجد روسي في شمال العراق أعمال عنف وتخريب في الملاعب بمنظر مستفز أعمال عنف بالملاعب يعني نعبر خليجي له لا يعبر الخليجي إن شاء الله يعبر هذا يعبر إن شاء الله نعم بمنظر مستفز العلم التركي فوق رابية عراقية قانون حماية الطفل يقر في البرلمان بضغوطات أجنبية خضة مربكة في جامعة تكنولوجية مشاهد وحدات فيلم المتسول تشهدها العاصمة بغداد شخصية معروفة متعددة الأوجه والأشكال تسحل في الشارع خطر هذا مش نقدر نفتهم عليه يعني خلينا نقول فات شخصية يوم نشوفها بلباس يوم نشوفها بلباس ثاني تسحل في الشارع يوم بشكل يوم بشكل آخر ندى أشوف المشهد قدامي أكو سحل نعم فيلم سينمائي يحصد جائزة في مهرجان خارج البلاد شخصية برلمانية نسائية تتعرض للبسق أمام عدسة الكاميرا العقار ينخفض نسبيا في النصف الثاني من العام مسلسل رمضاني مثار جدل ونقد لا ذع لا زواج ولا طلاق إلا بقيد شنو طبيعة القيد القيد المقصود هنا صورة القيد لأنه ها هي حالات تصير كثير من النساء مثلا تجي تقدم يم القاضي مثلا كزواج بس ميتم البحثين متزوجة قد تكون متزوجة أو حتى الرجال نفس الحالة فهنا أنا أتوقع رح يصير تجديد بهذا الجانب أنه لازم تجيبيننا صورة قيد أو أنت لازم تجيبيننا صورة قيد من السجلات وهذا فشي جدا مهم يحللنا مشاكل صدام حسين مثار جدل في الأوصار الإعلامية حملة لقتل الكلاب السائبة هيئة استثمار مشروع بسماية تفتح أبوابها من جديد منح تخص شريحة المتقاعدين الوسط الغنائي يحزن لرائدة من الزمن الجميل زرق ورق يودع أحد نجوم الكوميديا المرور تباشر برفع قيمة الغرامات قطع أراضي تنتظر منتسبي التعليم العالي تسليط إعلامي مميز حول كنيسة عقوبات أمريكية تطال بعض المصارف اغتيال العمامة الكاظم يمتثل أمام القضاء إضافة إلى السياسين والنشطاء مسلسل الإغتيالات هذه المرة يطال الإعلاميين نحن ستطبينا بإغتيالات زين أول شيء اغتيال العمامة واغتيال يعني هو تعبير رمزي تعبير رمزي يعني تعرف العمامة تمثل الصورة الدينية فممكن يكون طعن بأمور دينية ممكن عدم الاهتمام إلى الفتاوي تدخل به صورة رمزية ممكن تدخل به اغتيال لشخصيات حالة عامة اغتيال شخصية أمريكية ورد هذه المرة قاسي عفو يطال شريح من الموقوفين والسجناء البصرة خارج السيطرة رفع قيمة الضريبة على السلاء المستوردة البرلمان يناقش إلغاء أو تقنين مكافأة نهاية الخدمة بشروط خاصة جنازة مهيبة في كردستان رغت صدام حسين في خطاب ناري يخطف الأنظار البرلمان يصوت على قانون يمنح حقية الجنسية للمغتربين والعاملين بشروط سهلة ابن قائد عسكري كبير تتسلط عليه الأضواء في المهجر اعتراض موكب أحد الوجوه السياسية والنتيجة مؤلمة فضيحة جنسية من داخل حرم جامعي رئيس مجلس النواب يتعرض لضغوطات قد تدفعه إلى الاستقالة توجه حكومي لاستخدام الغاز كبديل للنفط ومشتقاته الدولار يستقر ثم يتأرجح ثم يرتفع في الربع الأخير من العام هذا شوية وضحها للناس الناس يمكن مهتمين في هذه الفترة بالموضوع الدولار وسعاره سوف أصرف فترة معينة معالجة مشكلة الدولار طبعا نزول الدولار لا يصير الدولار ينزل هذه عملية صعبة جدا لكن ممكن يتأرجح يعني يبقى على 600 60 150 يعني مدى معين وبعدين يعني لكن بعدين سيرتفع يعبر الحاجز الحالي يعبره بالأكيد الحاجز الحالي هو الموجود ما سينزل أقل من عنده يجوز بظروف خاصة لكنهم يرجع مع مليا صعبة نقطة الارتكاز الارتكاز خلي نقول لكنه سيرتفع بعد أكثر أكثر فضل تغيير في قانون الأحوال الشخصية المادة 57 يفرح البعض ويحزن البعض الآخر بالآباء أعتقد رح يفرح شريحة كبيرة من الآباء ويحزن شريحة كبيرة من النساء طبعا أنا لست مع هؤلاء ولا لست مع ذلك لكن أنا أتوقع أنه رح يصير أكثر تغيير في المادة 57 الحكومة تواجه مشكلة في سداد رواتب الموظفين هبوط اضطراري لطائرة تضم شخصية مهمة في مطار بغداد والحدث صادم حظر تجول يفرض نفسه بدون سابق انذار ظهور منظمات تطالب بحوق الرجل شخصية فنية كوميدية محبوبة تفجع الشارع اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفاة ضحايا الطائفية عام 2006 التربية التربية تباشر بتطبيق نظام الإعفاء العام توقف الامتحانات الحضورية لظرف طارق السنة الدراسية عدم رسوب امتحانات الحضورية تقصد لآخر السنة مثلا آخر احنا مرنا بفترة كورونة شاهدنا فترة كورونة انه توقفت الامتحانات طيب اكو شبب آخر قد لا مرين هسا مدحش على كورونة تتحدث عن الحدث الذي هو هنا الذي يتوقف الامتحانات الحضورية لظرف طارق ممكن يكون كورونة ممكن يكون ظرف علاقة بتظاهرات ممكن يكون ظرف علاقة بوباء اجماع اكو سبب يخلي الامتحانات الحضورية تتوقف فترة معينة طيب ضجة حول سجناء ومحكومين والانظار تتجه نحو الناصرية استناف العمل بالمادة 140 الخاصة بالمنح المالية للمغتربين من زمن النظام السابق امرأة بألف رجل سيكون لها دور مميز في تغيير المشهد السياسي القادم شخصية سياسية تطلب اللجوء في دولة أوروبية وفاة سياسي مخضرم من زمن النظام السابق العراق يحصد أكثر الجوائز في مهرجان بغداد للمسرح بدورته الرابعة حرائق تلتهم قناة فضائية معروفة قريبة بعيدة إن شاء الله ما تكون قناتكم يعني إن شاء الله بشائر خير بافتتاح مسرح للطفل إنجاز ثقافي تربوي مميز نكتفي بالعراق هذه كانت التوقعات للعراق طبعا نحن نحاول أن نجمع هذه التوقعات في أكبر كمية ممكنة في وقت الحلقة سنأخذ فاصل قصير ونعود إليك ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا